بس برضو سهلها لنا شوية وبسطها للناس الأولية كمان يعني خلايا شمسية بتطلع كهرباء ده إحنا فهمينها ويتقال عليها طبعا تكلفاتها عالية والكلام ده كل نبات بيطلع الكهرباء إيه العملية اللي بتحصل معلش بشكل كده مبسط وإزاي النبات ده يولد لنا كهرباء تمام أنا مثلا هتبر ان دي شريحة إلكترونية تمام أو الخلايا الشمسية فكرة الضوء كان بينزل على الخلايا الشمسية بتحصل بعض العملية الكيميائية بتطلع لي كهرباء في وجود الشمس واخذن بليل في بطاريات في الزرع؟ ده أنا بكلم عن خلايا الشمسية ماشي حفظ لخلايا الشمسية تمام وخلايا الشمسية إحنا بنستوردها الخلايا الحرارية الفكرة بتالخلايا الشمسية ليه مش بنيتلك كهرباء بالليل علشان فيه الإلكترون اللي بتحرك جوه ده محتقتك عالية تمام؟ تمام من الأشعة الضوئية أنا الخلايا الجديدة خلايا الحرانية مش معتمد على الضوء معتمد على الأشعة تحت الحمراء ودي أشعة غير مرقية موجودة 24 ساعة يعني المنظر عندي مستدام مش متجدد زي ضوء الشمس فأنا عندي المنظر مستدام وبيأثر على بعض الإلكترونات وطقت الفاتون النازل العليا فبينتج الكعربة بشكل مستدام فتعتبر الخالية عندي مش محتاج فاة بطاريات البنت الكعربة بكفاءة أعلى وبتكلف أقل ومش معتمد على ضوء شمس وعادي ممكن أستخدمها داخل أو خارج المؤسسات بالإضافة أن التكلفة كمان أقل التكلفة أقل ليه؟ علشان أنا الخالية الشمسية كنت بستوردها بابعت السيليكا ساندو وبعد كده بابدأ أستورد ما في الصناعة في تجميعها إحنا أنا أول مرة نقول إن الصناعة حتى الكلورفيل بنسبت يعني بنسبة مثلا ما يقرب من حوالي 60% في تطعمات ببعض العناصر بس التكلفة عندي متاحة وده أنا نشوف النبات اللي ناخد منه كلورفيل برضو مع خطة مصر أو رؤية مصر 2030 إن إحنا نستصلح الأراضي الصحراوية بزراعة نبات نستخدمه في الصناعة بتاعة الخلاحة الرئيس ومش أي نوع نبات؟ بدل يعني في نوع من نبات مثلا المعين بيستحمل حرارة وبيستحمل الجافات مثلا المية بدل من استغل الأراضي الزراعية وكده إحنا بنحطى بنشغل كنظام متوازي ترجمة نانسي قنقر